مواد خطرة يتم مناولتها في منظومة الموانئ الأردنية يتم التعامل معها حسب درجة خطورتها فالمواد التي لا يتم مناولتها على الأرصفة تشري عمليات تفريغها في عرض البحر ونقلها مباشرة لشركات الفوسفات والأسمدة وغيرها من الجهات التي تستوجب طبيعة عملها التعامل مع هذه المواد كنترات الأمونيا مستودع للمواد الخطرة يقع في حرم الميناء وتخزن به بعض المواد الخطيرة ضمن إجراءات وقائية وظروف ملائمة لتخزينها لغايات التصرف بها حسب المطلوب مطبق عندنا حسب الكودات العالمية للتعامل مع المواد الخطرة وهو كود عالمي الى الانترنشن المري تايم دينجرس كارغو الى البضائع حسب الكلاسز للبضائع اللي بتيجي عندنا هنا فبيجي عندنا بضائع خطرة حسب خطورتها تتم التعامل معها وحسب إجراءات احترازية لتعامل مع هذه المواد فبعض المواد لا تخزن نهائيا في الميناء زي نترات الأمونيا اللي تيجي على شحنات اتفاقية دولية لسلامة الأرواح في البحر يشارك بها الأردن تتضمن أهمية وجود وثائق تتعلق في المواد الخطرة وتصنيفاتها وأهلية الباخرة للرسو على أرصفة الميناء بشكل آمن الهيات البحرية الأردنية والتي تتابع هذا الأمر مع السفن المعنية لديها إجراءات صارمة بهذا الشأن كافة السفن اللي بتحمل بضائع خطرة والقادمة للمملكة الأردنية الهاشمية يجب أن تحمل على ظهرها الشهادة الخاصة اللي بتأهلها بحمل المواد الخطرة الشهادة تتضمن النقاط تخزين البضائع الخطرة على متن السفينة الوسائل للتعامل مع البضائع الخطرة يجب أن يكون الطاقم أيضا مؤهل للتعامل مع البضائع الخطرة حادثة انهيار خزان الفوسفوريك أسد العام الماضي وتسرب الأمونيا بشكل متكرر على مدار العقدين الماضيين فتح الباب على مسرعيه بأهمية عمل خطة طوارئة وتقييم للمخاطر في المنطقة الجنوبية فشركات خارجية تؤكد السلطة زيارتها للمنطقة لتقييم أوضاعها إلا أن نتائج هذه الزيارات لم يرها مختصون وخبراء والذين أكدوا أهمية وجود ساحة مخصصة بظروف بيئية وصحية ملائمة لتخزين المواد الخطرة خارج المناطق المأهولة ثلاث بواخر لمادة نتيرات الأمونيا تستقبلها أرصفة ميناء العقبة شهريا وتتم عمليات التفريغ ضمن أقصى درجات السلامة والأمان والإجراءات الاحترازية ويتم نقلها بشكل مباشر إلى الجهات المعنية دون تخزينها في الميناء نظرا لخطورتها على المرافق المختلفة هنا صفا خوالد المملكة العقبة